اهلا بك سامير واهلا بمشاهدين قناة الشعب والقناة اللي بعملت طفرة كبيرة في المغرب وفي القسم الرياضي بالذات بقت يعني بسم الله من شاء الله هتعمل تغطية كبيرة لكاس العالم واتشرف دايما نكون معك سامير والله انا بحيي وليد يعني وليد كان الاحداث كلها حواليه والاسبوعين يعني الاسباع الماضية كان فيه فيه كتير من الجدل حواليه وكنت احب ان هو ما يخرجش للإعلام وكان يعني يشتغل في صمت ولكن خروجه في الإعلام هو العمل ضجة وعمل بلبلة في الشرع الرياضي ولد اختار اختيارات واقعية مفيش مجاملات يعني يعني شافل صالح للفريق وانا لازم اقول هنا كلمة لازم المدرب مدرب والجمهور جمهور والصحفي صحفي والمحلل محلل فهو دي هو اللي هتساءل هو اللي هتحاسب هو ليه الحق الاصيل ان هو يختار ما يعني يعني يشوفه او رؤية بتاعته ان هو هيخدمه في الملعب الكل ما كانش متوقع بدر بانون ان هو يكون في اللائح دي اول اختيار صح بدر بانون واشرف داري من اللاعبة اللي مطلوبة في المنتخب مع احترام السايس وهو عنده خبرات كبيرة ولكن سايس عنده حتة بطء المغرب عاوز الهجمة تطلع من من الدفاع وانية منظمة الداري اعلم كده بدر بانون بيعرف في اعلم ده ويقضrait انه في النادي الاهلي غير طريقة الابي النادي الاهلى خالص وفاز معاه جو اتنين عصبة ابطال اا فانا بحي والد ان هو اخسر اشرف داري وبدر بنون. طبعا حكيمي لا خلاف عليه طبعا لازم يكون موجود. حتى الناصري مزراوي. موجود في الناحة اليسرى. فخط الدفاع هيكون من نصراوي مزراوي او حكيمي وسايس ولا اشرف داري او بدر بنون او. اه اه او ناف اكرت. يعني يعني لا نقصده ان الدفاع بالشكل كبير اه حاجة يعني محترمة. تعال في خط النص في الوسط عندك اه مرابط لا خلاف عليه هو الاساسي وهو اه اه اخد يحيا جبران طبعا يحيا جبران واخد احسن لعب في افريكيا في اوزبط الابطال. هو يستحق. وكنت اتمنى يعني ان حسوني يكون في ايمن حسوني يكون موجود. ايمن حسوني من احسن لعبة صناع اللعبة اللي موجودة. وهو اتأثر انا قلت قبل كده ان هو اتأثر بعدم اختياره في المطشين اللي هو وعلى فكرة. والد هو اكتر واحد اه يعرف امكانيات اه حسون. اه فطول ما هو اه حب ان هو يكون عنده اه المجموعة في خط النص. مجموعة كبيرة جدا. اه بسم الله ما شاء الله يعني المغرب عنده مواهب كبيرة. وعنده اه امكانات كبيرة في خط النص. عندك اه كمان اه. اه لا بتاع سامدوريا. صابر يعني لعب مطش واحرز هدف وعمل مباراة قوية جدا. عندك كمان اه فط النص اه. اه. اللي موجود رقم ثمانية. اه اه اناحي. يعني اناحي برضو من من اللعبة الكبيرة جدا. وعمل مرضوط كويس جدا. وعندك بقى بفال. اه بفال يعني لا خلاف عليه. فيه كلام اه ليه ما خدش رحيمي. رحيمي لسه قدامه الايام جاية. ولكن انت فيه خبرات اه بفال. وآه. ولعب برشلولا اه. 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 ازالزولي ازالزولي. المعاربة. اكتب. يعني. يعني شوف الوصف تنزل في اخر خم. اه. في دعاة تمانينة وكأنه فرحان. وعمل كل حاجة. انا باسم الله مشا الله عنده عنده مهارات غير عادية. يعني انا 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 بستغرب ازاي برشلولا سبته يعني. انه وكمان حاكم الزيس نرى المطش مبرح قدام مصر سيتي يعني عامل مطش ولا أروع وهو من نجوم المجرمع إنه مهزوم ولكن عامل كل حاجة فقور الحالة النفسية اللي أنا بشوفها أن والد موفرها للفرقة التعامل اللي كان بتعامله مع الوداد نفس التعامل مع المنتخب الروح الجماعية الروح الأسرة الروح الفريق الواحد كمان رجوعه وأنا مش بقوله ردوخ لأراء الجماعية هو طلع في الإعلام وقالك أنا كلمت حمد الله وأنا كلمت وقلت له اشتغل على نفسك وأنت هتكون موجود وفعلا اختيار حمد الله يجي في الوقت المناسب إن إحنا المنتخب كان ناقص حد في الثمانتاشر يخلص لعب كوراني وأنا كنت رأس حربة هذه المنطقة مش شرط تكون مهارة مش شرط أنا أعرف أدخل أجيب جون وهو الحت في حمد الله هو كان قال إن حمد الله ما بيرجعش يدافع لا التعليمات طب صلاح في المنتخب ما بدافعش في الفوربول بدافع طريقة اللعب وطريقة الشكل مختلفة إن شاء الله مع زرجة في الإمارات هيكون الصورة واضحة قدامنا ومطش مهم جدا أنا أتمنى إن والد يدخل بشجاعة البطل المغرب يقدر يعد بلجيكا ويعد كندا ويعد كروت عندنا اللعب عندنا المواهب هي نقصة التصميم والالتزام التكتيكي وعدم الخوف نحن كذلك كذلك أنت بتلعبه في أحسن عندها في أوروبا أي خلاف بقى ما خدش فلان وخد اللاعب ده وكان مفروض ياخد اللاعب ده انتهت الكسة هنا الكل يبقى وراء وليد رجرالي أنا كمصري وكل قعب سابق أنا أتمنى من المغرب يوصل لآخر دولار لماذا لماذا لدينا أمل أن نكون شيئا كويسة بقياس العالم ليس أقل من الكامرون أو غانا أو أي فرقة 86 كان المغرب يستحق أنه يوصل إلى أدوار متقدمة بجل عز بودربالة وكريمو وتيمومي والزاكي جيل 98 نفس الطريقة المغرب فيها كورة وفيها منتخبات وفيها لعبة تقدر أنا أسمى دايما المغرب وأقول كده هي برازيل العرب وهي فيها الإمكانيات الأرض طيبة الأرض ديت فيها مواهب كثيرة الأرض ديت بس هي العمليات كلية شوية تنظيمة وأنا أقول لو قدر الله ما عدناش دور الأولاني وأنا أتمنى أن نعدي دور الأولاني والثاني والثالث كمان مفيش مشكلة أنا قلت قبل كلا المفروض يكون هدفنا الرئيسي هو أن المغرب يحصل على أمم أفريقية بس إحنا مش وقت أمم أفريقية إحنا وليد بيكون فريق كويس عنده تجانس عنده شوفنا مباراة تشيلي ومباراة برجوي لا هناك فرقة ونظام وحب المجموعة سامير كفريق تيم ويرك تحب بعض عاوزة تعمل حاجة للبلد وعاوزة عارفين قيمة التشيرت اللابسين فإن شاء الله يكون خير وإن شاء الله نتقابل كاس العالم وإن شاء الله نكون الأمور بخير إن شاء الله يعني كان الزنيتي ممكن يدخل بس ولكن الزنيتي مكسورة يا جماعة إحنا مش في فطولة للتكريم اللازم كل لعب يكون جاهز الزنيتي لا اختلاف عليه أناس الزنيتي من أحسن حراس اللي في أفريقيا ولكن لا اختلاف عليه ورضا في نفس المستوى جبران واخد أحسن لعب في أفريقيا فأزبط أبطال يعني من منطق إن يكون موجود وأنا اللي بقول لكم الأهل كان والزمالك كان حطين يعني لولا حب على جبران وحسوني وكلموني شخصيا أنا بكلمك بأمانة يعني الأهل في ناس كلموني على أيمان حسوني وجبران وأنا قدت لك الخبر ولكن هم فضلوا الوداد وفضلوا إن هم يكونوا في الفترة دية مع المنتخب وحظ جبران إن هو دخل وأيمن ما دخلش الحاجة الثانية عفية الله نحن مزروي ممتاز مزروي ممتاز جدا كان برضو عنده خلاف ورجع اللي كان نحي الشمال أكيمي لا الشمال ليس موجود ليس موجود بسبب إصابة من البديل نحن لأ يعني لعب مهم جدا وإن امتابعه من أيام ما كان أسفي يعني هو من أيام ما كان في أسفي لا هو لعب لعب عنده خبرات كبيرة وهيفيده ولو يحتاجه في المنتخب يعني أنت لازم تكون عندك الاحتياطي الموجود سيء الأساسي والحمد لله إن مزروي موجود بالكفاءة العالية اللي احنا شفناها إن شاء الله المنتخب أنا أنا شايف هو حق أصيل لوليد إبقى ما خادش من الجيش ما خادش من الرجا ما خادش ده نفاش توازنات هو الوحيد المستقر النادي الوحيد اللي في استقرار وخاطر أصبط الأبطال يا جماعة ده كسب الأهلي يعني عارف يا أنا الأهلي الأهلي فيه تسعة من المنتخب يعني كانهم كسبوا مصر بالضبط فلا الوداد كان يستحق البطولة عن جذارة وعن استحقاق وعمل بطولة قوية جدا وكل ده يرجع لوليد على فترة وللجمهور الأول عودة الجماهير في المدرجات للوداد والرجاء غيرت شكل الدنيا خالص في البطولة للعزوط الأبطال أتمنى أتمنى أن الناس تقف وراء وليد أين كان الاختيارات وأين كان الاختلاف في الاختيارات القصة امتهت فرصة جبيرة أننا نحقق حاجة جبيرة سامير فرصة جبيرة جدا من المنتخبات العربية وأنا هنا براهن على المنتخب المغربي المنتخب المغربي هو اللي عنده الإمكانات الكاملة الإمكانات الكاملة أن هو يقدر يوصل للدور الثاني والثالث وليه ما نوصلش لبيت أحسن أنت تأخذ كل مباراة على حدة نحن هنلعب مجموعة نحن نعود إيه من المجموعة أنا عاوز إيه؟ عاوز أصعد أصعد ثالث أصعد ثاني المهم أصعد لما أصعد المطش اللي بعد كده ليه حساباته ثاني أنا واثق إن شاء الله إن المغرب إن شاء الله ربنا هيكرمه وهو هيشرف الكرة العربية والمغربية والجماهير كلها تبقى وراعها يعني لا تتخيل أنا جاءت أشوف ليه تيكت ما لقيتش ما معرفش أكون تيكت المبارات الثلاث مبارات بتاعة المغرب مع الإتس والله كنت أتمنى إن أكون حاضر فإن شاء الله الجماهير هتكون الحربية كلها سند قوي وإحنا شفنا في كاس العرب اللي كان في كاتر كله بشجع الجمهور المصر كان بشجع المغرب قلبا وكلمنا حتى في 2019 لما كنا في القاهرة في أمم أفريقية فلا المغرب بالذات وعممًا كل الفرقة هتكون للوطن العربي كله وراه أنا بقول له يا بنون انت عارفش انت غالي عن ده وأنا كان ليه الشرف أن ارشحته للنادي الأهلي في 2018 بدري بنون عنده إمكانيات غير عادية أولاً على المستوى الأخلاقي ملتزم جداً على المستوى التاكتك هو من اللعبة اللي بيفيد أي مدارف في منظومة طريقة اللعبة بخلاف كده وهو الحمد لله ربنا شكاه وهو كان عارف الضغطة في النادي الأهلي وهو في المرحلة دي ما ينفعش ان انا كن احتياطي فحب انه ينتقل لقطر وقدم مستوىات كويسة وهو جاهز فربنا يكرمه يا رب وانا بقول له يستاهل أكتر من كده ويستاهل يحترف في أحسن أندية أوروبا على فكرة بدر بنون إضافة كبيرة لأي فريق وان شاء الله يفيد بلده وانا بقول له يا بدر ربنا يكرمك وربنا يحافظ يعمل بارك فيك انت لعب كبير جداً وشرفت بلدك في مصر وكل المحافل اللي انت كنت فيها انا مش عاوز أخاف انا بلعب يعني انا بقول لواني مدرب هلعب بطريقة توازن بين الهجوم والدفاع وقدر البلجيكا مش هي بلجيكا يعني لو تجد تشوف الأسماء مفيش خلاص الحارس يعني الحارس سهل انك تحط في أهداف مش عملاقي حتى المهاجم يعني الرتم بتاعهم أحلى السنة بتاعتهم راح هو كان نكاس العالم في 2018 هما نفس اللي اضافها لهم مش هما بنفس القوة واحنا شوفناهم في التصفيات بتاعت الدور الأوروبي يعني فلا في امكانية كبيرة او نتعادل انا عاوز تعادل من بلجيكا وتعادل من كرواتيا وهزم كنديا ادي خمس نقاط وصل لو احنا حللناها صح ما نستدقش انا محبش المدرب اللي يلعب على التعادل انا لعب بالتوازن وفي نفس الوقت احافظ كل ما تحافظ ان انت ما تدخلش فيك هتحط يعني كل ما تحافظ ان انت ما يدخلش فيك اهداف في اي لحظة ممكن تحط هدف طول ما انت لسه مرمك لم يصاب بهدف صعب او تعوض قدام الفرق في فرق ما تقدرش تعوض قدامها صعب ولكن انا بذكر مصر والبرازيل في بطولة الكاراب ومصر مهزومة ثلاثة واحد وفي الشوط الثاني يعني وكانت اللي يدخل الملعب يقولك ده مصر هي البرازيل فعموما القورة سهلة ولكن في تصميم والارادة انا مهما كان في فوارق بين الفرق في فوارق امكانيات في اللعبة فارضية الملعب كل الفوارق بتروح السبب ان احنا نشوف امكانياتنا ايه ونؤمن بامكانياتنا نؤمن بحظوظنا لازم نؤمن بحظوظنا احنا نقدر واحنا فعلا نقدر واحنا حقق نتائج كبيرة جدا تونس يعني الامور انا بالنسبالي هي من الفرق المحظوظة جدا في الوطن العربي ان هي طلقة كاس العالم يعني كان بتلاعب مالي ومالي يعني كانت من الفرق السهلة مثل مصر لعبة سنغال يعني صعبة جدا السعودية طبعا في قرة اسيا قرة اسيا يعني الكرة فيها مش نفس الكرة الافراقية مش نفس المنافسات بتاعة الافراقية بس كتر طبعا اتمنى ان صاحبة الارض تكون هي حظوظها كويسة ولكن انا انا شايف ان الامل الوحيد في الفرق الاربعة هو الفرق المغربي ان هو يقدر يحقق نتيجة طيبة طبعا السعودية معها الارجنتين الامور صعبة وميسي عاوز يوصل يعني يعمل حاجة في البطولة الاخيرة له تونس برضو نفس يعني قد انا معها مجموعة قوية جدا قطر هتفتتح البطولة ولكن برضو الامور صعبة اتمنى اتمنى ان هم يا ربنا يوفقهم جميعا ولكن انا شايف ان ان الوحيد الفريق الوحيد اللي يقدر يعمل حاجة ويخط دول الاولاني هو المغرب شكرا لك الف شكرا ما تنساوش تشاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة